السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستتبعي قناة موارد الأستاذ مصطفى مرحبا بكم مع نموذج آخر للفرض الثاني في مادة الاجتماعيات الدورة الثانية لمستوى الخامس بعد أن كنت قد وضعت نموذجا طلب مني بعض المتتبعي الأوفياء أن أضع نموذجا آخر فارتأيت أن أضع بين يديكم هذا النموذج إذن قبل أن نبدأ ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد تكونوا سباقين لمشاهدة الفيديوهات وما تبخلوش علينا بلي جيم باش نوصلوا لأكبر عدد من المشاركين وكذلك البرتاج 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 بساء الله في أفوق الوصول إلى خمسالاف متابع بإذن الله وهذا بالفضل ديالكم إن شاء الله تعالى إذن نبدأ مع مكون التاريخ أرتب الدول حسب تعاقبها على حكم المغرب إذن هناك الدولة الموحدية الدولة الإدريسية الدولة المارينية الدولة المرابطية الدولة يرتبهم على حسب ترتيب ديالهم حتى لنكون في الكتاب المدرسي إذن أول دولة هي الدولة الإدريسية من بعدها جاء الدولة المرابطية من بعدها الدولة الموحدية وأخيرا الدولة المارينية وبعد ذلك ستأتي الدولة السعدية ثم العلوية كما هو مرتب عندكم في الكتاب المدرسي ثانيا أجيب بصحي خاطئ محمدaceutical دولة صمرة مؤسسة الدولة الموحدية صحيح شيد المارينيون صومات الكتب side من مراكوش خطأ شيد الموحدون مدرسة العطارين بفاس كذلك خطأ ثالثا أصني في المنشآت حسب الجدول عندنا هو الدولة الموحدية ودولة المارينية وبعض المنشآت منها صومات الكتبND الدولة المحيدية مدرسة العطارين الدولة المارينية بإذنة الخيرالداء الدولة الموحدية مدرسة البعنانية الدولة المارينية صمعت حسان الدولة الموحدية والمدرسة المصباحية الدولة المارينية إذن كما تشاهدوا فالدولة المارينية عرفت بتأسيس وتشيد المدارس والتي ما زالت شاهدسا عليها إلى اليوم أصل كل عبارة بالإجابة المناسبة لها إذن هناك كتفة سكانية وكتفة مرتفعة ثم كتفة سكانية منخفضة وبعض العوامل من المناخ الصحراوي الجاف مناخ معتدل تدارس من بسيطة جبال عالية إذن مناخ صحراوي الجاف طبيعة الحال كتفة سكانية منخفضة مناخ معتدل كتفة سكانية مرتفعة تدارس من بسيطة كذلك كتفة سكانية مرتفعة جبال عالية كثافة سكانية مرخفضة ثانيا نعتبر توزيع السكان المبين في الرسم أسفل منطقة معينة إذن أعداد السكان هنا عشرين والمساحة في طول جوج كيلومتر وفي العرض جوج كيلومتر إذن هنا مربع المساحة تساوي ربعة كيلومتر مربع إذن القاعدة قلنا بأن الكثافة السكانية تساوي عدد السكان مقصومة على المساحة إذن عندنا عدد السكان اللي هو عشرين سنقسمه على أربعة تساوي خمسة أبيطن خمسة نسامة في كيلومتر مربع سؤال الثالث أقرأ النص ثم أجيب على أسئلة يظهر المغرب بالعادي مؤهلات السياحية الطبيعية التي تجعله قبلة للسياح فقد استقبل المغرب 13 مليون سائح بنهاية عام 2019 وتشكل السياحة مصدرها من العملة الصعبة وتساهم كدفك توفير مناصب الشغل 750 ألف فرصة شغل أعمال تطوير قطاع البناء ودعم السيناة التقليدية إذن إحنا من خلال هذا النص قد نحاول نجاوب على الأسئلة ما هي بعض المؤهلات السياحية الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب طبيعية إذن بالنسبة للمؤهلات السياحية الطبيعية هناك مثلا الجبال السهول المناخ المناخ كذلك تنوع المناخ الشلالات إلى غير ذلك من الفرص من المؤهلات عفوا أنا بالنسبة لي أنا أعطيكم مؤهلات عامة من غير المؤهلات الطبيعية باش تستفدوا منها بالنسبة لكم إذا كنت أحط لكم على المؤهلات السياحية تذكروا غير مثلا غير الجبال ما هو طبيعي جبال شلالات صحاري ورمال كذلك السهول إلى غير ذلك المناخ كذلك المتنوع بالنسبة لي أنا أعطيكم بعض المؤهلات العامة منها مثلا كنت نوع المناخ والتضاريس غين الموروط الحضاري القرب من أوروبا والعدادات التقاليد وحسن طيافة أنا بالنسبة لها نقطة لأعطيكم باش تستفدوا منها لأن الجواب على هذا السؤال لأداء هو كيتتعلق بالمؤهلات السياحية الطبيعية فقط يمكن لك توضع غير مثلا قناء الجبال السهول كتبها الرملية الصحاري الواحات يمكن لك هاد شي تجاوب على السؤال أنا أعطيتكم هاد المعلومات إضافة إلى ما هو طبيعي كيف تساهم السياحة في تنمية اقتصادية من المغرب يمكن لك تجيب دا غير من النص مثلا هنا جلب العمل الصعبات أو فر فرص الشغل دعم الصناعات التقليدية كما جاء في النص وكذلك استوار قطاع البناء ودعم الصناعة إذن هاد الشيء هاد هو اللي عندنا هنا في النص تقلو التربية مدنية يشكل عنف الجسدي ضد الأطفال انتهاكل لحقوق الطفل ويأخذ شكل اعتداء الجنسي والاقتصاب والتحرج الجنسي بالإضافة إلى اعتداء البدني وتساهم بالأنترنت الهاتفل القالة بشكل متزايد في تعريض الأطفال لمخاطر العنف الجنسي كما أن هناك أيضا زيادة في عدد وتداول صور الاعتداء على الأطفال يعرضون من مخاطر أو خرامي الاستغلال ومعظم الأطفال الأسر لا يبلغون عن حالات الايداء والاستغلال بسبب وصمة العار والخوف ونعدام الوعي بأهمية الإبلاق إذن من خلال النص نذكر نوع انواع الاعتداء التي يتعرضون للأطفال إذن هناك اعتداء الجنسي التحرج الجنسي الاقتصاب ثم الاعتداء البدني كما جاء في النص يعني الأجوبة عندكم في النص إلى قرية النص مزيان يمكنكم جاوبوا عليه بشكل صحيح إذن هنا عبارات سلوكات لحماية نفسي سلوكات لتعرض للخطر إذن أحترموا ذاتي وأحترموا الآخرين بطبيعة الحال هي سلوكات حميني أقبلوا الإغراء المادي هذه السلوكات فيها خطر أتجنبوا الالتقاء بالغرباء هذا السلوك يحميني أتواصل مع أشخاص مجهولين هذا السلوك يعرضني الخطر لا أنفرد مع أي شخص يبالغ في أي مكان منعزل بطبيعة لها لكي يحميني ألعب في الأماكن المجهولة إذن هذا السلوك يعرضني للخطر ثانياً أضع بالعلامة في المكان الصحيح بعد السلوكات وإما أوافق أو لا أوافق أمشي وسط طريق لا أوافق بطبيعة الحال لأن هذا يعرض حياتي الخطر أرتدي الخدع عند ركوب الدراجة أوافق أتجاهل إشارات المرور لا أوافق أعبر الطريق عبر ممار راجلين كي أحمي نفسي نعم بطبيعة الحال هذا السلوك يحميني ويحمي حياتي من الخطر إذن هذا كل ما لدينا في هذا النموذج مرة أخرى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تبخلوا علينا بخالص دعواتكم ودومتم أوفيا لقناة موارد الأستاذ مصطفى أتمنى أن نبلغ الخمسة آلاف متابع بفضلكم إن شاء الله وتعالى السلام عليكم شكرا